سلام عليكم ورحمة الله معكم مصطفى الخفاف من صفحة تجمع اندرويد العراق في هذا الفيديو راح اشرح طريقة عمل recovery لجميع اجهزة الاندرويد وبدون الحاجة الى الحاسوب الشخص بالبداية طريقة تحتاج صلاحية الروت تحمل برنامج flashify جميع الروابط اللي راح اذكرها بالشرح موجودة اسفل وصف الفيديو ندخل بالبداية البرنامج flashify يضمن ناففتين اللي ناففت الفلاش وناففت الباكب رستر ناففت الفلاش بها ثلاث خيارات خيار البوت اميج خاصة يعني مثلا علامة السامسونج من تسوي رسترات للجاف وعلامة السامسونج بتقدر تعدل عليه من خلال بوت اميج اضيف ملف خاص سوي لفلاش ويثبت ويتغير هذي العلامة الثاني الريكوفر الاميج اللي راح اشرح عليه خاص بتثبيت ملفات الريكوفري الثالث الزيب فايل بتثبيت ملف الروم المطبوخ من المطورين النافذة الثانية هي الباكب رستر الباكب بتقدر تسوي باكب للكيرنل وباكب لريكوفري خيارات الموجودة مثلا باكب كارينت ريكوفري مثلا تسوي لباكب بالاسي كارد او بالدروب بوكس او بالبوكس او بالجوجل درايف على راحتك راح اشرح حسنة طريقة اختيار او تحميل ريكوفري راح اضيف رابط هذا الموقع اسفل وصف الفيديو هذا موقع الروم اللي يجي بصفة IMG او بصفة الامج يحتوي على حقلين داونلود ريكوفري وداونلود تاتش ريكوفري الفرق بيناتهم انه اول واحد عادي يعني التحكم بدون لمس الثاني بلمس اللي يعجبك حملة اذا حاولت تبحث وما مثلا نبحث عن جهاز جالكسي اس تري موجود جالكسي اس تري جي تي اي سا تلاف وثلاثين نختار الرقم نقدر نسوي رأسا نختار داونلود سوي عملية تحميل اذا الجهاز ماتك كان غير مدعوم ونروح للجوجل راح علمكم بشلون تبحثون تكتب بالبداية اما تكتب بالعربي او بالانجليزي بس بالانجليزي اوفر تكتب ريكوفري ريكوفري لازم تكتب دوت IMG لازم يكون الامتداد IMG فور مثلا نختار الاس اي من تسعمية وعشرة ايج اللي هو نبحث عن اي موقع هذا الرابط مثلا تدخل عليه راح تشوف هذا تيموين ريكوفري هذا ضايف لك احنا مثلا نريد اه كلوك وورك مود هذا كلوك وورك مود تروح تبحث مثلا جهازي اه كلوك وورك مود ريكوفري فور ايكسون اس اه اس اي من تسعمية وعشرة ايج هذا الجهاز هذا بالضبط تراز الجهاز اختار داون لود ورح يحمل لي ال اه الى قائمة التحميل اه حجم الملف في داعش ميجا وشوية بعد ما تحمل الملف انا محمل بالجهاز اصلا ريكوفري ستدخل البرنامج تختار ريكوفري ايميج تختار choose file مثلا تختار من برنامج اي اس اي بس بلورار اه نختار ملف في الريكوفري انا ضايف مثلا هذا الريكوفري اللي هو الفيلز على الريكوفري نختار اول واحد مثل ما تشوفون الفايل هذا اسمه وبالنهاية الامتداد اهم شي يكون اي ايم جي من يتريد تختار كلمة يق اللي على اليمين تدوس عليها راح يسوي الجهاز restart وراح اذا تدخل الوضع الريكوفري راح تشوف الريكوفري تصب ثبت وبصورة اه صحيحة وبدون اي مشاكل بس اهم شي تنتبهون انه يكون يعني نفس جهازك جهازك تبحث عن الثريجي اذا كان فور جي تبحث عن الفور جي حسب اه موديل الجهاز اذا تريد تعرف موديل جهازك تدخل تروح الى وتختار المودل تختار باسم جهازك وتقدر تحمله بالجوجل اه وصلت النهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو سوي لايك وسبسكرايب للقناة حتى يوصلك اخر الفيديوهات وفي امان الله